السلام عليكم أعزائي التلاميذ أتمنى أن تكونوا بخير وصحة جيدة مواصلة لدروس مادة الرياضيات سنتطرق من خلال هذا الفيديو إلى درس جديد وكما هو مبين في العنوان قراءة الساعة سنحاول من خلال هذا الدرس معرفة كيفية قراءة الساعة الساعة الرقمية والساعة العقربية لأننا من خلال هذا الدرس سنحاول معرفة صبل قراءة الساعة الرقمية والساعة العقربية ماذا نقصد بالساعة الرقمية وماذا نقصد بالساعة العقربية إذن سنحاول شرح ما هو الفرق بين الساعة العقربية والساعة الرقمية إذن الساعة الرقمية هي هذه الساعة أو مثل هذه الساعة التي تتكون من أرقام من أرقام كما تلاحظون في الصورة إذن هنا أرقام إذن لهذا سميت هذه الساعة بالساعة الرقمية سميت هذه الساعة بالساعة الرقمية إذن الساعة الرقمية هذه ساعة رقمية إذن سنمر إلى النوع الثاني هي ساعة أقربية إذن سميت هذا النوع بالساعة الأقربية لأن هذه الساعة ليس بها أرقام وإنما العقارب هي التي تشير إلى الساعة هناك عقرب قصير وعقرب طويل هذا العقرب لا يهمنا هو عقرب ثواني سنركز على عقرب الساعات وعقرب الدقائق عقرب الساعات وعقرب الدقائق وهذه الأرقام هي أرقام الساعات وهذه العوارض الصغيرة هي تمثل الدقائق سنحاول فيما بعد توضيح ما دور العقرب القصير وما دور العقرب طويل وكذلك ما هو دور العدد الذي يوجد في اليمين والعدد الذي يوجد في اليسار إذا لاحظتم هنا العدد الأول نقطتين والعدد الثاني عدد عن اليمين وعدد عن اليسار إذن سأحاول من خلال هذا الدرس تعريف ماذا يمثل هذا العدد وماذا يمثل هذا العدد وماذا يمثل هذا العقرب وماذا يمثل هذا العقرب إن شاء الله إذن قبل أن نبدأ الشرح يجب أن تحفظوا هذه المعلومات اليوم اليوم يساوي 24 ساعة اليوم نقصد به الليل والنهار إذن اليوم يساوي 24 ساعة إذن في اليوم نجد 24 ساعة والساعة تساوي 60 دقيقة والساعة تساوي 60 دقيقة بمعنى أن الساعة تتكول من 60 دقيقة إذن هذه المعلومات والمعلومتين يجب حفظهما عندها رقل اليوم يساوي 24 ساعة الساعة تساوي 60 دقيقة كما تلاحظون قمت بصناعة هذه الساعة لعله عسى تفي بالغرض من أجل شرح كيفية قراءة الساعة وكما تلاحظون هذه الساعة هي تشبه الساعة التي تتواجد في منازلنا فهي تتكون من أرقام وعقرب طويل وعقرب قصير وكما هو مبين فالعقرب الطويل الذي لونه بالأخضر يمثل الدقائق والعقرب القصير الذي هو بالبرتقالي يمثل الساعة إذن سأحاول تقريبهما يبهر لكم الفرق إذن كما تلاحظون العقرب الأخضر أطول من العقرب البرتقالي إذن أعيد قلنا بأن العقرب أخضر يشير إلى الدقائق والعقرب البرتقالي يشير إلى الساعة مثلا إذا كانت الساعة على الشكل التالي وطلبت من أحدكم قراءة الساعة سيقول لي الساعة تشير إلى الثالثة تماما الثالثة تماما لأن العقرب القصير يشير إلى الساعة الثالثة في حين في حين نجد أن العقرب الطويل هو عقرب الدقائق يوجد مباشرة مع الثاني عشر وهذا الثاني عشر تمثل سفر سفر أي أنها الساعة هي تماما وإذا لاحظتم معي بهذه الساعة كتبت ثلاثة وستة وتسعة بالأحمر كتبت ثلاثة وستة وتسعة بالأحمر إذن بهذا الشكل يتضح الفرق بين العقربين عقرب قصير يشير إلى الساعة وعقرب طويل يشير إلى الدقائق إذن سنحاول تغيير العقرب القصير مع الاحتفاظ العقرب أو إلى العقرب الدقائق هنا في هذا المركز في الثاني عشر حيث يشير إلى تماما وقراءة الساعة إذن الساعة الآن تشير إلى الواحدة تماما الواحدة تماما إذن نقول الواحدة الآن الآن الساعة الثانية الثانية تماما الثانية تماما الآن الثالثة الساعة الساعة تشير إلى الثالثة 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 الخامسة دائما تماما عندما يكون العقرب طويل أو عقرب الضقائق في الثاني عشر فنقول تماما الساعة هنا تشير إلى السادسة أو السادسة تماما كلا التعبيرين صحيح إما نقول السادسة أو السادسة تماما الساعة تشير إلى السابعة السابعة أو السابعة تماما الساعة تشير إلى التامنة 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 تماما الساعة تشير إلى التاسعة 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 تماما الساعة تشير إلى العاشرة 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 تماما هنا الساعة تشير إلى الحادية العاشرة الحادية عشر تماما وفي هذه الوضعية الساعة تشير إلى التانية عشر إلى التانية عشر أو التانية عشر تماما إذن نعيد الواحدة التانية التالية الرابعة الخامسة السادسة السابعة التامنة التاسعة العاشرة الحادية عشر الثانية عشر. اذا نقول او نقرأ الساعة اذا كان عقرب الدقائق يوجد او يرمز الى الثانية عشر. لكن اذا تحرك عقرب الدقائق فانه يبدأ باحتساب الدقائق التي مرت او ستمر من الساعة. اذا مثلا اذا تحرك عقرب الدقائق في اتجاه الرقم ثلاثة. وعقرب الساعات باتجاه الرقم واحد. اذا اعيد اذا تحرك عقرب الدقائق اتجاه الرقم ثلاثة وعقرب الساعات اتجاه الرقم واحد. وقبل بداية الشرح كتبت لكم معلومتين وطلبت منكما حفظهما وتذكرهما. بان اليوم يساوي 24 ساعة والساعة تساوي 60 دقيقة. سابين لكم كيف ان الساعة تتكون من 60 دقيقة. هذه الارقام كما قلت ترمز الى الساعة. والدقائق توجد بين الارقام. فبين ال 12 والواحد هنا خمسة دقائق. وبين الواحد والاثنان خمسة دقائق. وبين الاثنان والثلاثة خمسة دقائق. اي اننا ننتقل نستقل بالعدد الخمسة. وبهما سنستحضر جدول الضرب خمسة. كما أن العدد الذي يتكرر هو خمسة. إذا من هنا إلى الخمسة دقائق. خمسة 10. 10. 10. 10. 10. 15. 10. 15. 15. 15. 20. 25. 25. 25. 25. 30. 30.這줄 C. 35. 30. 35. 30. 40-45 55-55 55-65 60 إذن هنا في الساعة توجد 60 دقيقة إذن هنا لكي يسهل قراءة دقائق إذن الساعة هنا تشير إلى الواحدة والدقائق إلى كم إذن الدقائق سأقول الواحدة خمسة عشر خمسة عشر الواحدة وخمسة عشر دقيقة الواحدة وخمسة عشر دقيقة وتكتبوا على هذا الشكل الواحدة نقطتان وخمسة عشر دقيقة الواحدة وخمسة عشر دقيقة إذن هذه الساعة أو ساعة العقارب تحولت إلى ساعة رقمية إذن ساعة رقمية الواحدة نقطتان خمسة عشر دقيقة إذن الواحدة وخمسة عشر دقيقة إذن دائما عندما يكون العقارب الطويل يشير إلى الرقم تاناتا فهذا يدل أنه يشير إلى الدقيقة الخامسة عشر إذن ساعة أخرى إذن الساعة تشير إلى التاسعة الساعة تشير إلى التاسعة العقارب القاسر يشير إلى التاسعة ودائما التاسعة وخمسة عشر دقيقة سنكتبها على شكل تالي التاسعة نقطتان وخمسة عشر دقيقة التاسعة وخمسة عشر دقيقة أي ساعة إذا كان العقارب الطويلة وعقارب الدقائق في الرقم ثلاثة فهذا يعني أنها تساوي خمسة عشر إذن الساعة تشير إلى ماذا؟ أتمنى أن تقرأوها السابعة وخمسة عشر دقيقة دقيقة دائما نبدأ بالساعة ثم ننتقل إلى الدقائق السابعة وخمسة عشر دقيقة وخمسة عشر دقيقة إذن سنكتبها على الشكل التالي السابعة وخمسة عشر دقيقة إذن هنا ماذا سنكتب؟ العقارب الطويل أو عقارب الدقائق في الرقم ثلاثة والعقارب الصغير عقارب الساعة تشير إلى ثلاثة إذن ماذا سنكتب؟ أمتظركم حتى تجيبوا أو تخمنوا في إجابة إذن نبدأ بالعقارب الطويل أو العقارب القاسر أفوا العقارب القاسر يشير إلى التالية إلى التالية نقطتان والعقارب الطويل قلنا عندما يكون في الرقم ثلاثة فهذا يعني أنها يشير إلى خمسة عشر دقيقة فنكتب التالية وخمسة عشر دقيقة التالية وخمسة عشر دقيقة إذن عندما ينتقل العقارب الطويل أو عقارب الدقائق إلى الرقم ستة دائما قلت أن عندما أريد قراءة ساعة أستحضر جدول ضرب خمسة خمسة في ستة خمسة في ستة كم تساوي؟ تساوي تلاتون إذن تساوي تلاتون تساوي تلاتون إذن أنا إذن هذا الأقرب يشير إلى الدقيقة التلاتون لأن خمسة زائد خمسة عشر زائد خمسة قلنا هنا خمسة عشر زائد خمسة عشر زائد خمسة خمسة وعشرون زائد خمسة تلاتون إذن سأقرأها كما قرأت ساعة ساعة أو عندما كان يشير إلى الدقيقة في الدقيقة الخمسة عشر إذن سأقول العاشرة وتلاتون دقيقة أي عندما يشير أقرب الدقائق إلى الرقم ستة نقول تلاتون دقيقة العاشرة وتلاتون دقيقة الواحدة وتلاتون دقيقة نبدأ دائمين بالساعة الواحدة تلاتون دقيقة الرابعة وتلاتون دقيقة الخامسة وتلاتون دقيقة الخامسة تلاتون دقيقة هنا نفس الأمر نفس الأمر إذن نبدأ بالساعات الساعة يشير إلى السادسة نكتب السادسة نقطتان وقلنا العقرب الطاويل العقرب الدقائق يشير للدقيقة ثلاثون إذن نقول السادسة وثلاثون السادسة وثلاثون دقيقة السادسة وثلاثون دقيقة أنا أريدكم تركزوا على عندما يكون عقرب الضقائق هنا نقول وخمسة عشر دقيقة وهنا نقول وثلاثون دقيقة إذن تقارك إلى الرقم مثلا تسعة إذن دائما دائما أستحضروا شو دولة الضرب خمسة خمسة في تسعة تساوي خمسة وأربعون خمسة في تسعة تساوي خمسة وأربعون إذن سأقرأها دائما أبدأ بالساعة ثم أنتقل إلى الدقائق سأقول العاشرة 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 وخمسة وأربعون دقيقة وسأكتبها على الشكل التالي العاشرة نقطتان وخمسة وأربعون دقيقة سأكتبها على الشكل التالي الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة خمسة وأربعون دقيقة إذن عندما يكون العقرب الطويل أو عقرب الدقائق يرمز إلى الرقم ثلاثة فنقول خمسة عشر دقيقة أي نقرأ الساعة ونقول خمسة عشر دقيقة إذا كان يرمز إلى الرقم ستة نقول الساعة وثلاثون دقيقة وإذا كان يرمز إلى الرقم تسعة نقول خمسة وأربعون دقيقة وإذا كان يرمز إلى الثانية العشر نقرأ الساعة عادي أو نقول الواحدة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة الثالث الثابع الثامن التاسعة العاشرة الحدية الت College الثانية العشر إذن هذه هي ساعة العقار الآن سنمر إلى الساعة الرقمية إلى الساعة الرقمية مع أنني تعمدت أن أقوم بشرح الساعة أو ساعة الأقارب بالساعة الرقمية الساعة الرقمية دائما ما تكتبوا على هذا الشكل وهي جد بسيطة في الساعة الرقمية لدينا عددان العدد يوجد في اليمين وعدد يوجد في اليسار إذن نبدأ دائما بالعدد الذي يوجد في اليسار هذا فهذا يرمز إلى الساعات إلى الساعات يرمز إلى الساعات مثلا أن نقول الثامنة في حين أن العدد الذي يوجد في اليمين يرمز إلى دقائق يرمز إلى دقائق إذن العدد الذي يوجد في اليمين يرمز إلى الدقائق والذي يوجد في اليسار إلى الساعة إلى الساعة الساعة قلنا في اليمين إلى الدقائق في اليسار إلى الساعة إذن والقراءة جد سهلة نقول الثامنة و ثلاثون دقيقة العاشرة وقلنا وخمسة عشر دقيقة نبدأ دائما بالعدد الذي يوجد في اليسار العاشرة وخمسة عشر دقيقة العاشرة وخمسة عشر دقيقة مثلا إذن كما تلاحظون كتبت مجموعة من الساعة وسنحاول قراءتها إذن دائما العدد الذي يوجد في اليسار يرمز إلى الساعة وهذا إلى الدقائق إذن نقول الرابعة هنا يوجد صفرين إذن عندما يكون الصفران فهي تعني الرابعة تماما إذن تذكروا عندما يوجد صفران فهنا نقول الرابعة تماما يعني إذا أردنا تحويلها إلى الساعة العقارب العقارب القاسر سيشير إلى الرابعة والعقارب الطويل سيشير إلى التانية عشر إذن نقول الرابعة هنا دائما ساعة دقائق السابعة و خمسة عشر دقيقة السابعة و خمسة عشر دقيقة هنا ساعات هنا دقائق العاشرة و تلاتون دقيقة العاشرة و تلاتون دقيقة دائما العدد في اليسار الساعات و العدد في اليمين إلى الدقائق الواحدة و خمسة واربعون دقيقة و خمسة واربعون دقيقة أتمنى منكم أن تكونوا قد استوعبتم هذا الدرس كما أطلب منكم بين الفينة والأخرى قراءة الساعة الحائطية التي توجد عندكم أو الساعة اليدوية أو أي ساعة توجد بمنزلكم قراءتها و الطلب المساعدة من آبائكم من آبائكم من أجل قراءة الساعة خلال اليوم بكامله في الصباح في المساء و ملاحظة تحرك العقربين أو إذا كانت هناك ساعة عقربية أو ملاحظة الأرقام إذا كانت لديكم ساعة رقمية وسأقوم بوضع تمارين تطبيقية لهذا الدرس بعد الفيديو إن شاء الله إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله و إلى اللقاء